موجبات الغسل متى يجب على المسلم أن يقتسل الأول إسلام الكافر الكافر إذا دخل في الإسلام نطق بالشهادتين لابد أن يقتسل الثاني عندنا إذا أراد أن نغسل الميت أي مسلم يموت لابد يغسل إلا الشهيد المرأة إذا طهرت من الحيد والنفاس لابد تقتسل خروج المنى من مستيقظ أو من نائم وكذلك الجماع إذا جامع الزوجة دون حتى وإلا ميونزل واجب عليه القتسال فيتكلم لن يكن قدم الشهيد بإزالي التي أراد أن تحمي مرأة comptاني شكرا